وفي السياق قال مدير شرطة مأرب أن كمية المخدرات التي تم ضبطها وأحباط عملية تهريبها خلال الفترة المنصرمة من العام الجاري تقارب أربعة أطنان وأوضح حميد ليمن الشباب أن الشرطة تحقق في 38 قضية تهريب للمخدرات لهذا العام تم ضبط كل المتهمين فيها باستثناء نحو 5% ما زال الأمن يتتبعهم عندنا عدة قضية في عام 2019 منها 38 قضية فيها 3705 كيلو حشيش في عام 2019 هذه ما غير اللي ذكرتها السابقا الآن هذه هذا 3705 كيلو إجمال 38 قضية طبضت من أول واحد 2019 إلى الآن إلى شهر يعني بداية شهر عشرة كل المتهمين الذي كانوا متهم في هذه القضية الضبطوا إلا في حدود 5% منهم ما زال الأمن يتتبع أثرهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر